السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خيار جيتكم اليوم بأي نوفير فيديو سوف نقدم لكم طائقة تحضير الالت بالنكهة البيش كي يجي لديد بسعب سورة معها تصد فهو منعش بالخصوص انه ما فيش قاسك وكي يجي لديد وكي يجي بالكبار وصغع فقبل ما نبدأ معكم لغوستي اذا كنتوا اول ما تشاهدوا فيديو ديالي دخلوا اشتركوا في القناة وضغطوا على الجهاز باش دائما توصلوا بالجديد موسيقى فكما بدأوا على بركة الله سوف نحتاج اتي الشاي الاخضاء اللي كانت تستعملوا حنا المغابة فكان ناخدو واحد الكيمياء على حسب الكيمياء اللي بغينا نستعملو تقعبا انا اخضيت واحد المعلقة كبيرة اخضيت شوية دياللويزة بالنسبة للويزة لا كانت عندكم اخضاء ممكن تستعملوا اللويزة أخضاء ولا تاخضوا اللويزة يبسا واخضيت هنا واحد نصف ديالخوخة اللي قطعتها كذي العمال سوف نحتاج كذلك الحامض من الأحسن ناخدو الحامض اللي يكون خضاء كي اعطي ما ضعقها لديد وبالنسبة لي انا مستعمل سكا سوف ناخد فقط العسل سوف نحلي بالعسل هنا ديالجة كنكون داتل ما باشي طيب وفي نفس الوقت وجدت واحد داتل ما باشي طيب فهنا كناخدو حد الباد اللي كنوضع فيه اتي الحبوب ديال اتي الحبوب ديالاتل انا كيفما كتلاحظو اخضيت هاد الحبوب ديالاتل اللي كيكون اتي شعاع هو اللي كنستعمل ومن الاحسن انه على الباد يكون هادا اللي كيكون فيه صفايا باش ما كيهبطلناش تخت فهنا زلت شوية ديال الويزة فكما قدلكم اللويزة ممكن تستعملوا اللويزة طاية اللي كانت متوفة كيفما ممكن انكم تستعملوا هكاللويزة يبسا نشفا وكن نضيف العسل بالنسبة لي انا كفضلت ان انا نحله بالعسل باش ها كان اي ويدة شوية السكاء الناس اللي ما بغوش يستعملوا العسل فا ممكن يستعملوا السكاء فالي عجبكم بالنسبة للعسل على حسب الضوك تقايبا هنا خضيت واحد معلقة كبيرة ولزيت واحد شوية واحد معلقة صغيازتها بطبيعة الحال كنكون داجا دات الماء يكون تكيطب مزيان بحل لغة نعماءاتي حتى تكيطب مزيان عد من بعد كم نضيفه فهنا كما كتشوفوا المن بعد ما الطاب يبدأ نخويش شوية دي الماء كم نكب الماء وكنعمل باد كامل وكنخلي حتى كيتلق مزيان باش الحبوب دي الاتي كيتلقوه الافيرفينته هي كتتلقية مزيان وكتدنكها ديالها وكنخلي بالنسبة للاتي كنخليه على جانب حتى كيباد مزيان ماشي كاركيباد كمبلتمن ما كيكون دافي حتى كيكون دافي وكيكون تلق مزيان والعناصات كاملا ندمجت وعديك ساعد كنستعمله هنا كنخد بالنسبة للحامض كنخدوه كنحاول ما أمكان أنني قطعوها كادة ترانش فبالنسبة لولا ما قطعتها شمزيان غاتي نعود داع تاني ان دزيام ترانش من الأحسن من الأحسن أنكم تستعملوا الحامض اللي كيكون سيتران فير هو كيعطيين كائعة هو اللي كيجيل ديت بسلف بالنسبة للقرهة من الأحسن من الأحسن من الأحسن من الأحسن كيف تلاحظو هيا لاترانش من الأحسن ومن الأحسن من الأحسن فأنا فقط سأخذ بها مالذي ثلاثة ترانش أحسن بنظيف ونضيف وأنا فقط أجل فنضيف هما الجلاسون كنكون ديجا وجدتهم قبل بواحد خمسة تسوية ع تستة تسوية تقضو قع الجلاسون توجدون في الليل وعدلا قد للصباح تصايبوا الايستي ديالكم فنبد ما اضفت الجلاسون كنبدأ كنضيف شائح ديال الخوخ انا اكس بخيت عمت ان الخوخ نقطع شائحة كعقاقين باش كي يعتني دغيان نكها ديالو فكنبدأ كنضيف شائح ديال الخوخ فإلا كانت عندكم شقة عالي كي يكون الفم ديالها كبير بزاف ستكون أحسن انكم تعمو فيها الجلاسون ولا الخوخ كتكون أسهل ونبدأ نضيف دابا لتخنش ديال السيتران لتخنش ديال السيتران ما كان نضيف شبز فقط كنضيف واحد ديال ولا ثلاثة ديال وبالنسبة الآتين بعد ما اطلق بدك يباد شوية ولا دافي مبقاش مبقاش سخون بزاف فكنحاول ما أمكان أنا ناخدوا واحد الوايقات ديال الوايقات ديال الويزا كنحطهم على جانب لأننا غاد نضيفهم تاوما الداخل في الآتين غاد نضيفهم تاوما في القاعة مع الخوخ وغلاسون باش يزيدوا يعطوني انك هذي الخزامك تاو فمبعد كيفما كتلاحظوا حطتهم على جانب واحد طباسين ومبعد غاد نضيفهم في القاعة ودابا غاد نضيف بعد ما اطلقه كما قلت لكم ولا دافي غاد نضيفه على القاعة كاملة وعلى الخالط كامل فهو باش قلت لكم خيكون دافي ماشي مشكلة لأن داجو عندي لغلاسون فالله يجي ما يجيش باعت بزاف واصلا نعم ما قد يشي تكونسومها دابا ميمكن ناش نكونسومها والاستي دابا فكنا خليوها على الاقل واحد الليلة او الا واحد 6 تسواعي ولا 8 تسواعي في تلاجه حتى كيتلق مزيان كيتلق فيه مزيان دوك الحمد كيتلق فيه اللوغو دي الحمد مزيان وكيتلق فيه اللوغو دي لباش مزيان فصافي انا غاد نضيفه وغاد نخليه ومباد عد ديك ساعة نوايكم كي فاجه فهنا مباد ما خليتو فتلاجه بات ليلة فهنا مباد قد نوايكم اضطيتو انا فهد البييات حيط لو فقط ديك سفايا و اضطيتو حتى تماعه اللي غلاسون ومباد خليتلو دوك اللي تخنج ديال الحمد ولي تخنج ديال الفرن وخذت هنا كده الكاس اللي دت فيه شوية ديال وضفت لها كذلك 1 طرنش حمض 1 طرنة كبير اضافة للغلاسان جيد يكون هائل ووضفت لها صعبة ويستمر الأصدق فقط بالأسل فكانت هذه الأغسطة دياليوم كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم ونقول لكم نهاكم بوك ونطلقوا إن شاء الله في فيديو جديد